اشتركوا في القناة وتعد مدينة سلمان من اكبر المشاريع الاسكانية الاستراتيجية التي تشكل نموذجا في التنمية الحضرية والعمرانية والتنموية المستدامة لما تتسم به من توافر مقومات جودة الحياة العصرية من بنية تحتية وشبكة اتصالات ومواصلات وقال الترميح ان المملكة حققت العديد من المبادرات التي تأتي ضمن اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادي عشر الذي تعنى به وزارة الاسكان والتخطيط العمراني من جانبها اكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة ان مملكة الوحرين تعد من الدول الرائدة التي تتبوأ مكانة متقدمة من حيث تفعيل مبادئ التنمية المستدامة على الصعيد المحلي وذلك تماشيا مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والسياسات التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في هذا المجال والتي اسفرت عن تحقيق تقدم كبير في مختلف قطاعات التنمية بالمملكة ترجمة نانسي قنقر